أخوان دلوقتي مقدمين على مرحلة تاريخية جديدة عندهم فيها خطين حمر خط الأحمر الأول أو ملحظين كبار الملحظ الأول أو الملحظة الأولى هي إن الإخوان خلاص لن يمارسوا سياسة خلال الفترة القادمة ده كلام إبراهيم مونير قال إن إحنا لن نتنافس أو نتصارع على السلطة في مصر مجددا وهل الكلام ده هو نوع من التقية نوع من التمسكن لغاية ما يتمكن الخلاصة ده تقال ده تقال بشكل علني في لقاء إبراهيم مونير نائب المرشد اللي موجود في لندن مع وكالة الأنباء رويترز قال لن الإخوان لن ينافسوا ولن يتصارعوا على السلطة في مصر إحنا مش داخلين نلعب سياسة تاني أو بالبلد يعني الإخوان طلقوا السياسة بالثلاثة خلاص طلق بائن بس أنا بقول لإبراهيم مونير أنتوا ما طلقتوش السياسة السياسة هي اللي خلعتك يعني أنت بتقول إحنا طلقنا السياسة وأنا بقول لك لا ده السياسة هي اللي خلعتك وعملت عليك الشعب المصري عمل عليك خلع خلع سياسة ده رقم واحد الموضوع التاني جاء على لسان عصام تليمة وهو كاتب مقال للجزيرة موقع الجزيرة بيقول إنه بيطالب بحل التنظيم الدولي للإخوان المسلمين بيقول ده مربك وبيشعر الناس بالغضب وأضر الإخوان أكثر مما نفعهم يبع عندي اتنين من المحسوبين على طيار إبراهيم مونير إبراهيم مونير نفسه قال إحنا طلقنا السياسة بالثلاثة وعصام تليمة قال إحنا لابد أن نقوم بحل التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين دول مستجدين مهمين جدا جدا نعرفهم وانتبعهم ولهم تداعيات بالمناسبة يعني لما يجب إبراهيم مونير اللي هو أكبر شخصية في الإخوان في أوروبا نائب المرشد يقول إحنا مش هنلعب سياسة تاني لا انتخابات ولا أحزاب ولا 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 أي علاقة بالسياسة إحنا جماعة دعوية واللي عايز يروح سياسة مش تابعي مش عايز جناح سياسي باسمي مش عايز حد محسوب علي لحد يقول أنا الناطق باسم الإخوان ولا الجناح سياسة الحرية والعدالة كل ده قال ده كله كان غلط كله كان خروج على جدة الطريق وإحنا عايزين نتطهر نتطهر من جدامي اللي بيقول إبراهيم مونير وكمل إصامة اللي ما وقال ونحل التنظيم الدولي للإخوان ده مستجد آه مستجد ليه نتائج بالتأكيد ليه نتائج كيف نتعامل مع هذه المستجدات الإخوانية ده موضوع يبحث مع المختصين ونعمله حلقة أعتقد من حلقات المشهد